موسيقى اهلا بكم مع اعلان ايران بدأها تخصيب اليورانيو بنسبة 20% الايرانيون يغريدون هذا انجاز وانتقام سخت ومع تواصل فعليات احياء ذكرى القادة الشهداء شهيد القدس هاشتاج متصدر من غزة هنا قاسم سليماني غضب شعبي في وسائل التواصل يتسبب في استقالة وزير كندي كاذب ما دخل كورونا تابعوا الاجوبة وتفاصيل اخرى في حلقة جديدة من انتم اونلاين اقدمها مع غادة مرحبا غادة اذا البداية من الخبر المتصدر اليوم اعلن ايران تخصيب اليورانيو بنسبة 20% في موقع فوردو النووي عدت وسوم تصدرت التايم لاين في ايران غرد عليها المغاردون الايرانيون منها تخصيب 20% وانتقام سخت اي الانتقام الشديد وهو الهاشتاج الذي كان تصدر منذ عام مع استشهاد القادة الشهداء ويعود اليوم مع ما يعتبره المغاردون انجازا وتحديا للاستكبار وعبروا عن فخرهم بالتقدم العلمي في ايران في هذا الاطار هذه التعليقات والمنشورات على فيسبوك منها عبدالله احمد الذي يقول انه هذه رسالة قوية استباقية لبايدن تكتيك استراتيجي وكذلك محمد يقول لا احد يحاسب بني صهيون عن سلاحهم النووي فيوجب عليكم كسب هذا السلاح وفي اقرب وقت من بين التعليقات ايضا فاطمة مثلا احسان كتب اذا تعرضنا للعقوبات وطفاقم الامر سيقول البعض كنا ضد التخصيب منذ البداية اما اذا كانت النتائج جيدة فسيقولون ان القرار كان جيدا محمد بدوره كتب على صفحته بداية عمليات التخصيب بنسبة 20% تمثل نهاية خمس سنوات من العقوبات المفروضة ذاتيا هذا يظهر ان العقوبات غير مؤثرة وهذه تغريدة من رضا يقول فيها ان هذا العمل من شأنه ان يغير تماما حسابات العدو بشأن البلد بينما منصور يعلق قائلا هذه الخطوة قد تقرب ايران من اليورانيوم المستخدم في صنع الاسلحة النظام الايراني اكثر جرأة من اي وقت مضى واعتقد اني اعرف لماذا في اشارة مرتبطة مع هذه التغريدة الى ان وسائل الاعلام الاسرائيلية ذكرت ان هذه اكبر خطوة باتجاه اسلحة نووية منذ الاتفاق النووي عام 2015 هذا المغرد محمد يقول انقلبت الصفحة بفضل دماء الشهدين فخري زادة وسليماني الذي يتواصل الاحتفاء بذكرى السنوية لاستشهاده وقادة النصر القادة الشهداء الميادين التي تتذكر الحادثة بشكل خاص على انها جدارة الحياة وشهادة العلا تستمر في التغطية المتواصلة منذ اسبوعين التي بدأت بحوار العام وتستمر بالوثائقيات والمقابلات الحصرية والخاصة ومنها مقابلة يتحدث فيها لأول مرة شخص من قائد كبير من قوة القدس في الإعلام نائب قائد قوة القدس الجنرال محمد حجازي وفي حوار خاص مع الأستاذ غستان بن جدو على شاشة الميادين أطلق جملة من المواقف والتصريحات تفاعل معها الناشطون وبينها عدد كبير من المواقف يقول عدد كبير من الضربات التي يدعي العدو أنه وجهها إلى طهران في ساحات مختلفة كذب وكلام دعائي ومنها تصريح أيضا عن عدد الصواريخ الذكية أو الدقيقة لدى الحزب هي أكثر مما يتصوره العدو كانوا يريدون جعل ترامب بطلا في العراق لكنهم فشلوا لهذا قرروا اغتيال الحشق سم ونفذو ذلك في ذكرى الشهداء القادة فاطمة صحيفة الأخبار اللبنانية نشرت مقال اليوم الأثنين تحت عنوان هو مقال لفاطمة مغنية ابنة الشهيد الحاجة عماد مغنية هذا المقال بعنوان من فاطمة عماد مغنية إلى قاسم سليماني رجل من خارج هذا الزمان تقول فاطمة مغنية سألتني ابنتك زينب بعد أشهر من استشهادك أي فراق كان الأصعب علي احترت حينها قليلا أكان عماد أبي أم جهاد أخي أم خالي مصطفى أم أنت أجبتها الحاجة قاسم تفاصيل هذا المقال موجودة داخل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأخبار اللبنانية وضمن الفعاليات المستمرة لإحياء هذه الذكرى أيضا غزة تحيي ذكرى استشهاد القادة الشهداء هذا التغريدة لهذا الحساب يقول هنا غزة الوفية تحيي ذكرى شهادة الحاج قاسم سليماني ورفاقه طبعا هذا الذكرى أحيت بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية والكلمات شددت على دور الشهيد سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية هذه التغريدة وغيرها من التغريدات كانت تحت هاشتاك شهيد القدس من غزة هنا قاسم سليماني أيضا كان هناك خلال المهرجان الثقافي الوطني في غزة فاطمة كلمة لزينب سليماني قالت خلالها وهو ما تداوله عن ناشطون على السوشيل ميديا مكتطف مما جاء في كلمتها شرف كبير لي أن أتوجه إليكم اليوم بهذه الرسالة وأن أقف أمامكم كواحدة منكم كفتاة مؤمنة ومحبة لفلسطين السؤال أيضا المتداول وخصوصا في فلسطين في غزة ولدى الفلسطينيين هل ينطلق قطار المصالحة مجددا بعد تنازل حماس عن شرط إجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي وأيضا للرئاسة ومنظمة التحرير وموافقتها على طلب عباس بإجرائها على التوالي في غضون ستة أشهر هذا التطور وإعلان هنية قبوله إجراء هذه الانتخابات بالتوالي أثار تفاعلا على وسائل التواصل منها هذه التغريدة لخالد يقول فيها منشور يقول فيه أن هذا الأمر جيد ولعله يفتح الطريق لطي صفحة الانقسام الأسود واحترام حق المواطن في الممارسة الديمقراطية أيضا محمد كتب على تويتر بعد سلسلة تطورات ورسائل جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية نتمنى أن تصل بر الأمان قريبا وأن يعمل الكل على قاعدة المصالحة الوطنية أولا وقبل قليل انتهى خطاب رئيس مكتب حماس السياسي وقد تحمل روحا وطنية وحرص عالي أيضا هذه تغريدة لزياد يقول إنما التنازل عن تلازم الانتخابات للمشريع الوطني والتشريعي والرئاسة بعد التنازل عن الحكومة في غزة ما هو إلا تعبير عن مصداقية عالية في إنجاز المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهات كل ما يحاك ضده طبعا الهاشتاغ المتصدر كان المصالحة الفلسطينية إلى لبنان ضجت اليوم ووقع التواصل الاجتماعي بخبر رحيل الأعلامي اللبناني علي المسمار الناشطون وأعلاميون ومثقفون وسياسيون على السوشال ميديا نعوا وودعوا الصحافي الأعلامي علي المسمار مثلا مرسل قناة المنار علي شعيب كتب على صفحته اليوم انقطع البث فاصل لن نواصل بعده لا الابتسامات ولا الدموع الأثير اليوم يتيم يا رفيق الدرب والحب أيضا ملاك كتبت غفى صوت تحرير جنوب رحل من سنفتقده مع كل بيان بثت المكاومة تذف خبر رحيل علي المسمار في هذا السياق أيضا تداول الناشطون فيديو للاعلامي الراحل علي المسمار كعلقت عليه ملاك قد يفارق جسد أمثالك الدنيا لكن صدى صوتك لن يفارق نبض الناس نتابع هذا الفيديو غير أن قال تقتل قاتلها غير أن قال تقتل قاتلها قال تقتل الطائرة الغادرة والقنبلة الذكية والوحش المفترس في أولمارت وشورف بوش وأبي لهب وحمالة الحطب وشرقها الدموي الجديد قال تقتل قاتلها وقد رمض بشمون باريس بالخزي والعار في نيسان البهي ثم ترمي أولمارت بما هو أدهى وأمر فكد ما شئت كيدك وسع سعيك كل العزاء للجسم الإعلامي والزملاء في قناة المنار ولروح الرحمة نبقى في لبنان أيضا ومع خبر مؤسف أيضا اليوم وهو خبر رحيل الموسيقر اللبناني اليسر رحباني عن عمر يناهز 83 عاما أيضا فنانون وأعلميون وسياسيون نعو اليسر رحباني في تغريدات على السوشال ميديا مثلا الفنانة والمغنية نانسي عجرم كتبت يوم حزين على لبنان الإنسان ولبنان الفنان الموت عم ياخد مننا ناس من حبهم اليسر رحباني أعمالك باقية معنا غيابك رح يترك فراغ كبير أيضا المغنية كارول سماحة كتبت على صفحتها رحلة الآن كبير من بلادي وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبنانية ودعنا اليسر رحباني شكرا لعطائك ولوفائك لوطننا لبنان بالطبع الكثير من المقاطع الموسيقية انتشرت ولسيما هذا المقطع اللي شهد تقول فيه رحل عبقري لياسر رحباني لياسر مرتبط لذاكرة من الطفولة لأنني كنت أعشق فيه من جلاء فتحي ونور الشري دمي ودموعي وابتسامتي كان سبب كافي أنه الفيلم من روائع إحسان عبدالقدوس لكن أنا كنت بلا مبالغة أحبه من وراء الفواصل الموسيقية من تأليف لياسر رحباني محمود أيضا نشر تغريدة فيها معلومة عن الموسيقار الراحل لياسر رحباني مفادها أنه أغلب الدعايات المحفورة بالذاكرة اللبنانية لياسر رحباني هو من لحن هذه الإعلانات يقول الرحباني ضمن برنامج هيدا حكي أنه ألف أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة إعلان إذن كل العزاء للعائلة الكريمة ولأسرة الفن اللبناني للخسارة وأيضا لروح لياسر رحباني السلام فاصل ونواصل أنتم أهلا بكم مجددا جوليان السانج هو إرهابي بالنسبة للبعض ولكن مدافع عن الحريات بالنسبة للبعض الآخر يوجد حكم قضائية خص الصحافي والناشط والمبرمج الأسترالي أنت تابعتها غادا هو خبر مفرح وجيد يتعلق بالحرية الصحفية والإعلامية بعدما قال القضاء البريطاني أصدر كلمته بأنه رفض طلب واشنطن بتسليم جوليان السانج الناشطون على السوشيال ميديا كانوا قد شنوا في الفترة الماضية واليوم حملة إلكترونية واسعة تطالب بيئة الحرية لجوليان السانج إدوارد سنودن وفي إطار سيسل التغريدات على تويتر يقول أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعفو فورا عن جوليان السانج إذا كانت القيم الدستورية الأمريكية تعني أي شيء على الإطلاق ويضيف في تويت أخرى بعد صدور قرار المحكمة البريطانية يقول أنها اليوم هي بداية هذه النهاية مع بداية الحرية والحرية الإعلامية أيضا في إطار التفاعل مع قضية السانج يقول استيفان وهو صحفي استقصائي كتب على صفحته الأنشطة التي شارك فيها جوليان السانج هي أنشطة يشارك فيها الصحفيون طوال الوقت لن تكون لدينا معلومات من دون هؤلاء الأشخاص وفي وقت سابق أيضا استيلة خطيبة السانج كتبت على صفحتها مهما يحدث اليوم سنقاتل من أجل العدالة حتى يتحرر أيضا هناك صفحة أخرى صفحة الحرية للصحافة على تويتر كتبت القضية المرفوعة ضد جوليان السانج هي أخطر تهديد لحرية الصحافة في أمريكا منذ عقود هذا مصدر ارتياح كبير لكل من يهتم بحقوق الصحفية وفي إطار الحديث عن كشف المعلومات والتسريبات الصحفية صحيفة واشنطن بوست فاطمة تسجيل صوتي يظهر استجداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسكرتار ولاية جورج المعروف بأنه جمهوري من أجل الحصول على أصوات في الانتخابات التي خسرها وذلك بحسب مكالمة هاتفية استطاعت واشنطن بوست أن تحصل عليها وتبثها كاملة هذه المكالمة تعتبر محاولة من ترامب من أجل تعزيز مزاعمه بأن هناك تزوير في الانتخابات من الحديث الذي كان يدور بين ترامب وسكرتار ولاية جورج لا ي biscuit still it's possible that they shredded ballots in Fulton County because that's what the rumour is and also that Dominion took out machines that Dominion is really moving fast to get rid of their machinery do you know anything about that because that's Elena Ryan Germany no Dominion لم يتحرك أي مشيطة من فولتون ولكن هل يتحرك المشيطات من المشيطات ويتحركهم مع أخرى؟ لا هل تأكد ريان؟ أنا أكد بعد تسريب هذه المكالمة تصدرت عدة هاشتاجات بينها تسجيلات ترامب وأيضا ترامب يتوسل غرّد الناشطون تحتها على السوشيال ميديا هذه التغريدة تقول وتشارك صورة لترامب مع تعليق ترامب يتوسل ويتوسل كما دعا الناشطون إلى محاسبة ترامب على محاولته تغيير نتيجة الانتخابات قائلين أنه ينبغي اعتقاله بسبب مخالفة القوانين في ولاية جورجيا أيضا انتشرت العديد من الصور الساخرة من ترامب مثلا هذه الصورة لترامب وهو يبحث عن حوالي 11 ألف صوت كي يفوز بولاية جورجيا وأيضا هذه الصورة ليتمثل الحرية في الولايات المتحدة وهو يخرج ترامب بالقوة من سدة الرئاسة أمريكيا أيضا أعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي لكن بالنسبة بأغلبية ضئيلة يأتي ذلك فيما يتواصل أو تتواصل حملة ضد النائبة في الكونغرس رشيدة طليب التي تعرضت لهجوم على مواقع التواصل من قبل إسرائيليين ومغردين آخرين بسبب ارتدائها أثناء أداء القسم ثوبا فلسطينيا طليب نشرت صورة ترتدي فيها هذا الزي الذي فيه تطريز فلسطيني وقالت أن هذا جزء من تحضيرها لنفسها لأداء القسم في الكونغرس في إطار الحملة أو الهجوم على هذه السيدة هذا الحساب شارك صورة لرشيدة وهي تلف نفسها بالعلم الفلسطيني وقال لم أرى أبدا عضوا يهوديا في الكونغرس يلف نفسه بعلم إسرائيلي ولكنها هي رشيدة تقوم بهذا الأمر مقابل الهجوم الإسرائيلي فاطمة كان هناك تشجيع كبير لرشيدة مثلا هذا الحساب يقول لها لا تتوقف أبدا عن تجهيز نفسك بالكامل يجب أن نقوم الصوت على الطاولة الآخرين ليس لديهم مقاعد أو لم تتم دعوتهم سنتابع فيديونا لأكثر من مليون مشاهدة هنأ فيه وزير المالية الشعب الكندي بحلول الأعياد رأس السنة والكريسماس لكن تسبب هذا الفيديو بتقديمه للاستقالة لماذا نتابع ويجلس قرب المدفأة ويحث الكنديين على الالتزام بإجراءات كورونا أو يهنئهم بالتزامهم بإجراءات كورونا لكن القصة أن هذا المقطع نشره وهو يقضي عطلة سياحية في إحدى جزر الكريبي خلال وجوده بداخل منتجع سافر إليها سرا وخرق إجراءات كورونا هذا الأمر دفع المغاردين والكنديين إلى الغضب شعبيا وافتراضيا على السوشيال ميديا فعاد وردخ وقدم استقالته تحت الضغط الشعبي كما ذكرت كان هناك العديد من التعليقات الغاضبة من الوزير الكندي مثلا هذا الحساب يسأل كيف يسمح ضمير هؤلاء السياسيين لهم بممارسة مثل هذا الخداع الوقح وأيضا هذا الناشط يقول يذهب وزير مليتنا في رحلة كاريبية بينما يطلب من الكنديين البقاء بالداخل وعدم رؤية العائلة وعدم السفر كل ذلك أثناء الزحف إلى الإفلاس وأعرب عن تأييده لقرار الاستقالة ماريو أيضا حرد على هذا الموضوع يعني قال توجه للكنديين قائلا جميعكم بقيتم في المنازل وتم احتجازكم مثل السجناء بينما قضى هذا السجان العيد في سانت بارتس أيضا تغريدة لبروس يقول فيها إذا لم يكن هذا الفيديو هو نهاية المسيرة السياسية للسيد فيليبس فيجب أن تكون كذلك يؤكد أنه اختار تضليل الناس بشأن مكان وجوده وشجعهم على تقديم تضحيات هو بنفسه لم يقدمها إلى سوق الأرقام والاقتصاد عملة البيتكوين فاطمة تحظى على اهتمام كبير في الأويناء الأخيرة من قبل المستثمرين إذ وصل سعر عملة البيتكوين الإلكترونية تجاوز 30 ألف دولار وحتى أن هناك محللين يقولون أنه سيتم تسجيل أسعار وأرقام كياسية أكبر وهي غير مسبوكة نحن بدورنا سألنا متابعين على السوشيال ميديا عما إذا كانوا يثقون أو أنهم مستعدين للاستثمار والتداول بعملة البيتكوين الإلكترونية كانت هناك إجابات متناقضة مثلا على فيسبوك سامي يقول قريبا ستحصل أكبر سرقة في تاريخ البشرية سيذهب هذا الرصيد هباء منثبرا ناشط آخر يقول أبدا أنه لا يثق بهذه العملة أما هذا الحساب يقول أنا لا أثق فيها هي عملة افتراضية غير مفهومة وغير واضحة بالنسبة له في المقابل مثلا إيمان أجابت بنعم بأنها تثق بإمكانيات التداول والاستثمار بعملة البيتكوين الكثير تحدثوا عن خبرات سلبية في مجال العمولات الافتراضية سابقا كان لهم تجارب سيئة غادة لدينا متفوق على إنستغرام من حيث عدد المتابعين من هو صحيح هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب جوفانتوس تفوق على كل أندية الدوري الإنجليزي في عدد المتابعين عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام رونالدو يملك حاليا حوالي 250 مليون متابع في حين تملك كل أندية الدوري الإنجليزي 159 مليون متابع عبر إنستغرام وبالتالي يكون رونالدو هو أول شخص في العالم يصل إلى هذا الرقم من المتابعين ويتصبر عرش إنستغرام وفي عالم كرة القدم يأتي ثانيا ميسي بعدد المتابعين ب174 مليون شخص ويليه لبرازيلي نيمار ب144 مليون شخص إلى إيطاليا ومع خبر محزن الألعاب النارية ليلة رأس السنة تسببت بمقتل مئات الطيور في إيطاليا فقد عثر على مئات الطيور الميتة والمحترقة في شوارع روما بعد إطلاق العديد من الألعاب النارية التي أضاءت السماء احتفالا بقدوم السنة الجديدة ويعتقد أن الطيور كانت خائفة ومرتبكة من الصوت بسبب استضامها بالنوافذ ما تسبب بمقتلها إذن كان هناك أيضا تفاعل على هذا الموضوع وتفاعل بمواضيع أخرى وهناك الكثير من المواضيع التي يمكن للمشاهدين متابعتها نذكر بمنصات على موقع المايدين داتنات بيئة لغة العربية ومعقعنا بيئة لغة الإسبانية فضلا على منصات تواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام شكرا لك إغادة شكرا للموصول للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة